عليكم السلام وحباتي أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ندوة الجمعة سنكمل انحلال النساء في القاهرة من غير المحترفات وده طبعا كله في محور مظاهر انحلال الخلقي في المجتمع المملوكي تأثرا بالتصوف ونذكر يعني احنا هنا نتحدث عن القاهرة لانه هي التي يتركز فيها اهتمام المؤرخين اما المدن والقرى ده محدش يعرف حاجة يعني اذا كان ده بيحدث في القاهرة وما يحدث خارجها اكبر واكثر لكن لا احد يرصد هذا احنا كنا اتكلمنا بقى لان النساء يخرجنا في المناسبات الدينية مش بس كده كنا يخرجنا ايضا في مناسبات الاعراس جميع عرص يعني والختين والموالد وكانت الدولة المملوكية تعلم ان الاجتماعات ده يكون تفايا رجال او نسوان وان اجتماع النساء والرجال يبقى معناه الانحلال وبالطريقة دية يعني من يكون في الحياة بالشكلية ده حيأثر على المورد اللي بتاخده الدولة في حكاية الضمان المغاني او من بيوت الدعارة الرسمية العلانية فقال لك غوبة هنا يعني في الدعارة العلانية بنقود منه فلوس اذا بقى اي حاجة تانية بقى بعيدا بقى عن المحترفات اي حاجة تانية يكون فيها عرس وكون فيها كذا وكون فيها كذا نفرض عليها ضريبة لان هو اللي بيحصل هنا بيحصل هنا شوف بقى سيدي اقول لك ايه احنا بقى يعني حنتكلم ده استرجع ما قاله ابن نسوان هو عبارة عن المال الكبير ومقررن عن المغاني من رجال ونسان فكان لا تكتروا امرأة من المغاني تضروا يدفن في عرس او ختان او نحو ذلك الا باطلق ده المغاني بعد كده بقى المغاني يتكلم عنه مش بس المحترفات لا ده اي واحدة بتعمل عرس عندها واحدة ست مفلان بتعمل عرس عندها لا عشي خاطر تعمل عرس وتدعي لابد تدفع ضريبة المغاني لان هم عارفين ان في الهيصة دي حيحصل فيها كيت وكيت يقول مقرزي كان عن نساء اذا تنفسنا يعني في النفاس يعني في الولادة او اعرسنا يعني عامل عرس او خضبت المرأة يدها بالحناء او خضبت ايدها او اراد احدا ان يعمل فرحا لابد من مال بتقرير تأخذ من الضمنة يعني لازم برضو تروح للضمنة وتاخد منها اذن وتدفع فلوس يعني اذا يعني الدولة فهمة وعارفة ان كل المناسبات ديت هي مناسبات للانحلال في المناسبات بقى اللي هي الاجتماعية ديت اللي هي فرح ختان الى اخره كان الناس الشعبيين دول يعني مش هقدروا يدعو السلطان ولا هقدروا يدعو الامير الفلاني او اللي هيقدروا يدعو الوالي اللي هو مدير الامن او المحتسب لكن بيدعو مين بقى الشيخ الصفي اللي هم يعني مشهورين والناس بتفتخر بان هي تقبل ايديهم فكان هم بقى النجوم بتاع الحفلات الشعبية دي يعني زي الشعراني بقى شاف بقى ان الناس الشيخ الصوفية المنافسين له هم النجوم هنا وهنا وهنا هو راجل طبعا مش عنده وقت يحضر اوي في الحاجات ديت لان قعد بيكتب راجل مؤلف يعني يعمل عشرات الكتب يعني فكان زعلان بقى ان الموضوعات ديت فاتت عليه فكان كتب يعيبو على شيوخ عصره من الاولياء الصوفية حضور هذه المناسبات التي كانت مرتعا للفسق يقول ايه ويقبح على من شابت لحيته من العلماء والصالحين شابت لحيته يعني عيب انت راجل كبير في السن وراجل شايف ازاي تعمل كده ويقبح على من شابت لحيته من العلماء والصالحين وصار قدوة للناس ان يحضر مع الاطفال والفساق في مواضع لهوهم يعني تقول تزعلان ليه ما تعمل زيهم هما دول ناس يتمتعون بالولاية وبالشهرة وبروحوا للحاجات ديت باعتبرها دين ما تروح انت كمان او تسكت يا جدع يعني طبعا ما يكون واحد شابت لحيته في الموضوع ده يعني انت تفتكد حيجي يعني يعني حيجي في الاخر يتوب يعني يتوب ازاي ده ده دين عنده طبعا حضور الأولياء الصوفية ديته معناها بقى مدعا للتفاقر والاسراف في عدد الطعام وتفاوى وتوفد الرجال والنساء والصبيان وده فوق الى اخر يعني مش عايزين نتكلم كلام فارغ كفاءة الكلام الفارغي اللي موجود هنا يعني يعني بتختصر كثرة للحلال يقول الشعراني دخل كثير من اخواننا الحبوس الحبوس على السجن بسبب التزويج وعمل الاعراس والعزومات وهم عليهم دين اصبحت العادة ان يعمل فرح قد كده ويدعي المشايخ اللي هو الاولية عشان يفتخر بهذا وجاز يكون راجل فقير يستدين وبعدين يجي وقت اليدين يعني سداد الدين مش ينفع يتحط في السجن فبقول دخل كثير من اخواننا الحبوسة بسبب التزويج وعمل الاعراس والعزومات وهم عليهم دين وبعدين ده يعني لم يمنع ان الناس كانت بتتفاخر بهذا وقولك زفت فلان احسن من فلان وفلان حضر عنده الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان الى اخيره وده اللي بقوله الشعراني وقولك حتى صار الناس يتخصمون في ان زفت فلان اكبر من زفت فلان يعني ما كانش فيه بقى ايامها مباراة الاهل والزمالك وما كانش فيه بقى مسلسلات كذا ومسلسلات تركية ناس تقعد وتنهد لا الناس عاد تطلع برا وتقابل بعضيها وتعمل اللي تأدب طبعا لا ننسى ان الشيخات التي كنا وكمنا حفات ذكر وصوفي كنا يدفعنا ضريبة المغاني شأن هنا شأن العاهرات احنا تكرمنا عن شيخات عاهرات اللي الواحدة بتعمل حفل الذكر وحفل الذكر ماش بس لان يعني للنساء فقط لا النساء والرجال ومعنى حفل الذكر للنساء والرجال معنى اللي تأدم ومعنى ان ده هو الذكر اللي عندهم بما يعنيه كذا وكذا ونستعرض بقى او نسترجع المؤخاة ونسترجع الشاهد ونسترجع كل الحاجات اللي كلها تدادين بقى فبالتالي الدولة عارفة كده فأي واحدة عاملة شيخة الدولة بتاخد منها الضريبة لابد تاخد تدفع ضريبة لضامنة المغاني بتقول لا انا عندي ذكر الليلة الليلة الجمعة اللي جاية وناس هتحضر وديني اطلاق يعني ديني اذن فبتاخد بقى الاذن ومن الحاج بيصف بقى يعني ما كان يحدث في الذكر ده وذكر ده كان عبارة عن رقص ورقص فظيح ليه بقى لانه الاساسV بيعملوه الوجد الوجد يعني الواحد بقى يخرج عن شعوره او يدعي انه يخرج عن شعوره وتلبسته لأحوال وحل فيه استفرالله العظيم ويبتالي ينتق ويتحرك ويرقص وتشال ويترقع والشعراني يعني يمكن فيه لنا لما بنيجي انه تتكلم عن فيه جزء من الرسالة كان عن اثر التصوف الرقص والرقص الشرقي فكان بقى فيه الحاجات دي كلها يعني فالمهم ابن الحاج بيصف ان الصنباء اللي هم في الزكر بيعملوا ايه قولك ويأخذهن الحال الحال بزعمهن وتقوم المرأة وتقعن وتصيح بصوت الندي وتظهر منها عورات ولو كانت في بيتها لمنعت فكيف بها في الجامع بحضرة الرجال فنشأ عن ذلك مفاسده جمة يعني ده كان بيحصل في المساكد والوليات تقوم وتقعد وتصرخ وتنكشف وتقع الاخره وبيبصلها وده في المسجد يعني بتغطي نقاب وبعدين في المسجد كله بيضيح وبعدين بعد كده ده بقى دون المنشد المنشد هو المغني ده بقى بيطلع وابتد يتغني ويتطوح ويعني بقى عامل اغراء كثير جدا للنسوان وده بقى اللي رصده ابن الحاج قولك وبعض المغنيين كان يبالغ فيه اسباب الفتنة فيتقلد العنبر في ثيابه لتشمى رائحته العنبر اللي هو طبعا عطور يعني عطور طبيعية يحطها عشو تبريحته حلوة واجل على رأسه يفوط من حرير لا حواش عريضة ملونة يصففها على جبهاته قولك ولهم للمنشدين دول في استجلاب الفتنة بمثل هذا امور يطول ذكرها وبعدين بعد كده يقول يصف أصل المنشدين في قوات النساء قولك فإن ذلك يحرك عليهن ساكنا خلهم يتحركوا لما ورد أن الغناء أن الغناء رقية الزنة طبعا عندهم حليص يعني وهن ناقصات وعقل طبعا ده برضو حليص ودين سيما إذا انضاف كون المغني شابا حسن الصورة والصوت ويسلك مسلك المغنيات في تكسيرهم وسوء تقلباتهم مع ما هو عليه من الزنة بلباس من الحرير والرفياء يعني المغني كان بوعلي يتقصع ولبس لبس كذا وخلي النسوان تخرج عن شعوره يعني اللي بيحدث ده في الجامع وفي دين التصوف ده عبادة فإن هو اللي أوسخ يعني وبعدين بالإضافة لكده بقى إن كانوا بيرقصوا مع بعض رجالة مع رجالة ونسوان مع نسوان ونسوان مع رجالة ورجالة مع نسوان كله ما شاء الله صف الله العظيم بقول لك ويرقصوا وكان النساء يرقصنا مع رجال ومع جردان يقول ابن الحاج يرقصوا بعضهم مع بعض رجالا ونساء وشبانا خصوصا في ليلة 27 رجب يبقى قبل ما حد يكتشف قبل من غرب يكتشف الاختلاط الجنسي في الحفلات الجمع دول اللي عنه كده وده خلي بالك مش ينسى أنه ده في عصر كان يتم فيه تطبيق الشريعة الشريعة ايعة اخياني نرجع ثاني للقوادات في هذا الجو اللي بيح كان القواد دورها في عدس 716 أنه كده لأحد الأمراء الممليك دار تسمى دار الزعيم وله ناس يدرون على جوار الناس وعبيدهم يفسدونهم ويهربون فإذا هربت الجارية أو العبد يأتون إلى دار الزعيم عند باب زويلة ولا يستطيع أحد استعادة الجارية استعادة الجارية أو المخنث الهارب يعني كان في واحد بقى عايز استرزم الموضوع فعامل عنده دار وعامل عنده ناس للشغل يروح بقى الناس يتعالى الجواري والعمير اللي عند الناس التانيين ويضحكوا عليهم ويقولون طب بس تعالوا في دار الزعيم يروحوا دار الزعيم ما حدش قدر يطلعوا من دار الزعيم في حلس 874 كانت إحدى العاهرات تسمي نفسها باسم إحدى الأميرات واحدة عاهرة وتشغل باسمها يعني وعمل نفسها باسم أميرة مشهورة وتقول لك وتدور للفساد على العام والخاص يعني أباح نفسها للناس العوام وللناس الخواص ومسميها نفسها اسم الأميرة الفلانية فالأميرة سمعت الفلانية سمعت فالواليدة هتفضحني أولاد فراحت وشكتها للسلطان وأنها أتلفت اسمها فطلبها السلطان فأحضرها وأخها كانت لها أخ محترم بالشغل بيساعدها يعني وأحضر العجوز التي كانت تقودها ما كانت فيها عجوزة قوادة تروح تقول الأميرة الفلانية كذا 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 وتجيب لها ناس أو تاخد ها للناس والمكرية الذين كانوا يركبون يعني الحمار اللي كان بيركبها ويروح بيها للزبون وطبع هنذكرنا قبل كده حكاة القابلات والكلام لكن كان شي طبيعي بقى أن الدولة بتراكب هذا وأي واحدة طلعت في مصر هو العاصمة يعني تلود البغاء لابد أن هي تنزل اسمها عند الضامن وده اللي هو آل المقريز يقول لك فلو خررت أجل امرأة في مصر تريد البغاء حتى نزلت اسمها عند الضامن وقامت بما يلزمها لما قدر أهل مصر على منعها من عمد الفحش لو أي واحد إن شاء الله يكون أبوها اللي بار نديله طلعت وراحت وسجلت نفسها عند الضامن محدش يقدر يمنح لأن أصبحت خلاص أصبحت موظفة عند الدولة وبجيب إرادة للدولة شكرا أحباتي ونتقف في الحلق القادم